السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته مع الايكونومي كما رأينا الاستراتيجي نوصي عنده استراتيجي نوصي عنده استراتيجي إذا نتكلم عن المفهوم الاستراتيجية طبعا ذكرنا مجموعة من الأمور ثم توقفنا مع هذا السؤال كما عندنا هنا كيسكين استراتيجي كما ذكرنا ما معنى استراتيجي ما معنى استراتيجية إذا نذكرنا طبعا مجموعة من الأمور الاستراتيجية هي مجموعة من المسائل التي تهم كما نقول استراتيجي الشخص الذي يقوم بهذه المهمة طبعا ذكرنا بأن هذه المسألة كانت تتعلق بذلك الأمر برئيس الجيش إذا نسموديزي لغنرال على تتتة دو صنرمي إذن هذه الكلمة تعني ال جنرال على تتة صنرمي على رأسي جيشي لغوورنور على تتة ديون پروفنس ثم تعني لغوورنور على تتة ديون پروفنس إذن تتكلم على العامل على رأسي العمال إذن بالانالوجي و بالمثل لديرجان على تتة دو لانترپخيز إذن المساير على رأسي الشريكة دان زين انترپخيز إذن في شريكة إلي إفكاس هو ناجع هو من الناجع شنوالي من الناجع؟ دو كونسنتخي لپوور دو دي سيزو الليجيتيم عن نركز سلطة القرار لجيتيم لپوور دو دي سيزو الليجيتيم إذن تتكلم عن سلطة القرار شرعي دو كوم إلي إفكاس تماما كما هو ناجع نقارنو هاد الناجعة مع ناجعة أخرى شنو الناجعة الأخرى؟ لغن قارنو بها تكون إلي إفكاس كما هو ناجع دو كون في لكوندويت دي نوتو موبيل بأن نعهد بقيادة سيارة بأن نعهد قيادة سيارة إلى شخص واحد إنو أتو سيزو كي بون سيملطانيمو وليس إلى كل مالكها في وقت واحد بنفس الزمن سياراتهم ملكها مجموعة للأشخاص لا يمكن أن نعطي هذه المقودة للسيارة لهؤلاء الأشخاص الذين يركبونها ليسوقونها دفعة واحدة لا يمكن هذا إذن طبعا نعهد بقيادة لشخص واحد إذن فكما هو ناجع أن نعطي أو نعهد بقيادة السيارة لشخص واحد فكذلك هو ناجع أن نعطي مجموعة من سلطات القرار الشرعي لشخص واحد أن نعطي لشخص واحد سيارة نوتور كام شاندلر إذن بعض الكتاب مثل شاندلر غوتيان ان ديفينيسون لارج كما رأينا طبعا يأخذون تعريف الاستراتيجية واسع يعطونها تعريفا واسعا سيارة نوتور كام شاندلر غوتيان ان ديفينيسون لارج دولاستراتيجي ان كليون لشوى ديفا ايد مويا ونديفينيسون للسراتيجي كام إذن هاد مجموعة من الكتاب طبعا مثل شاندلر طبعا سنعرف بعد قليل من يكون شاندلر غوتيان ان ديفينيسون لارج أنه مأخذونها تعريفا واسعا أنه متعطيوا كلمة ستراتيجي تعطيوا حد تعريف واسع تيدخلوا في مجموعة ذالأشياء غوتيان ان ديفينيسون لارج إذن يعطونا تعريفا واسعا كما عندنا هنا عارضا للستراتيجية متضمناة إذن تدخلوا في التعريف كما نقول اختيار النهايات المقصود للمقاسد هنا المقاسد للهد الاستراتيجية فين بغا توصل إدمية ثم الوسائل إذن تعريف دي الاستراتيجية تدخل فيه شاندر ثم مجموعة من الكتاب الآخرين تدخلوا فيه الغايات أو النهايات كما عندنا هنا ثم تدخلوا فيه الوسائل إذن معرفين الاستراتيجية إذن سيعرفونها بالتالي هذا هو التعريف لإعطاء إذن تحديد الأهداف وغير المالية الضرورية للوصول إليها إذن هذه الكاتب تعرف لنا استراتيجية بأنها مجموعة من الأهداف أهلا المدى الطاويل ثم تحديد المصادر الضرورية من أجل الوصول لهذه الأهداف لا يكفينا أن نسطر الأهداف والغايات ثم ننتظر إذن علينا أن نحدد الأفعال التي يمكن أن تساعدنا في الوصول لهذه الغايات ليس المصادر واحدة فقط بل حتى الأفعال ما هي الأفعال التي سنقوم بها ماذا سنفعل بهذه المصادر حتى نصلها إلى الغايات كما عندنا هنا طبعا طبعا كما تنشوف هنا عندنا ألفريد شانلر ألفريد شانلر هناك أسماء أخرى بهذا الشكل عندنا توجهات أخرى هنا نتكلم عن ألفريد شانلر ألفريد شانلر إذن نتكلم عن اقتصادي ألفريد شانلر ثم نتكلم عن مؤرخ الاقتصاد الأمريكي إليه أ esos مرات التجلم ل contrasting تشريكة إذن نتكلم عن أول شخص إليه أول الشخص الذي عمل على مدى ال цвет التج Lei هو كما تتكلم عن أول الشخص بين التجلم ثم بين التجلم بناية الشركة أول منظمة التجلم إذن علينا أن ننظر أولا كيف هي تركيبة هاد المنظمة أو هاد الشركة إلى غير ذلك إذن هو كان من الأشخاص السباقين لدراسة هاد العلاقة بالبنية ثم بين الاستراتيجية إذن هو كان بالخصوص معروف إذن هو بالخصوص كان معروفا طبعا نتكلم هنا على الوافع بقناتر طبعا نتكلم هنا للأشخاص الخاص بفعل كناتر إذن هو كان بالخصوص معروفا كان معروفا بكتابه الذي كانت تحت عنوان لما فيزيبل دي مناجر اليد المرئية للمدراء مناجر نتكلم هنا على جمع مدير مدراء دي فيزيبل هاد إذن نتكلم عن اليد المرئية دي فيزيبل هاد إذن نتكلم عن اليد المرئية دي مناجرال ريبلشن إن أمريكان بزنس ترجمة للكتاب اللي در أينه؟ طبعا دهاره في ألف وتسمية وتسمين مهمة فقد ترجمة أن تتعرف الناحيات اتتعرف الناحيات jaki تتعرف الناحيات ان كتاب يمسية شبكًا أتعرف ببعض الناحيات بنيات دو تيب دو структور كاين لفرم أن ني إذن هونه أولا يتكلم عن شركات أن ني على شكل U وليفرم أن نيام ثم مع شركات أخرى سمع لفرم أن نيام وارغ أرغانساطن تخاديشنال وارغانساطن تخاديشنال وارغانساطن مودرن إذن طبعا عندما يتكلم عن لفرم أن ني هذه تيقصد بها أورغانساطن تخاديشنال إذن نتكلم عن منظمات كما نقول تقليدية تخاديشنال تقليدية كما نقول بأنها قديمة ثم لفرم أن نيام ثم الشركات على شكل عام تيقصد بها لزورغانساطن مودرن نتكلم هنا عن منظمات الحديثة طبعا عندما نتكلم عن لزورغانساطن طبعا تدخل تحت منها شركات لزورغانساطن ممكن أن نتدخل تحت منها لزورغانساطن متالان نان جوفيرنومنطال عبوت نان لكراتيف إذن نتكلم مثلا عن المنظمات الغير الحكومية التي ليست لها أهداف ربحية التي ليست لها أهداف ربحية كل هذه المنظمات ممكن أن نضع تحتد الاسم نتكلم عن الشركات ونتكلم عن هذه الأنواع من المنظمات بما يتكلم عن فرم المنظمات يتكلم عن فرم لعيشة ونحن نتكلم عن العيشة ووظيفية لعيشات نتكلم عن المنظمات التقليدية وظيفية نتكلم عن فى الفنكسيون يعنى الوظيفة اذا هون نتكلم عن وظيفية عند واحد الوظيفة معينة السوكاركترية اذا هى تتميز با ينسيبار او تسيبار او تسيبار الوظيفة انتر لس امبلويه سنتر اوبرارسونيال او تسيبار الوظيفة هات الشركات الميزة شاندر طبعا وطال حرف اي اذا نتكلم عن وحدوية عند علاقة بل وحدة هات الشركات oreês ترة بصفل الوظيفة ممكن تسنيفوا كم ترة بصفل الوظيفة هаньше انها موظيفة مستح Помينون هات الشركات بينما أنك تفريق تفريق ش villages عن آخر. إذن هي تتميز بوحد الفارق. يعني أنه عمودي. عندما نتكلم عن فارق عمودي. إذن نتكلم عن عزل للأشخاص الموجودين في الأسفل على الأشخاص الذين يتحكمون فيهم مثلا في الأعلى. إذن هنا نتكلم عن. إذا نتكلم عن. إذا نتكلم عن. القاطع إن صح التبير أو إلى horizon. أو يحد الفصل. على انفصال إن صح التبير. هكذا عمودي. إذا نتكلم هنا عن. نتكلم عن. يتكلمة العمليات. إذا نتكلم هنا عن الم مكان أو الأمكنة التي يتم في العمل حيث يوجد. إذا نتكلم عن. كما لو نقول مركز عمليات وحيث يتم الانتاج الى ديريكسيون سومي ستراتيجيك اذا عندنا فصل بين هذه الجهة من الشركة وبين جهة اخرى اللي هي لا ديريكسيون اللي هي لا ديريكسيون اذا نتكلم عن الادارة اذا العمال تكونوا بوحدهم ثم الادارة تكون بوحدها سومي ستراتيجيك نتكلم عن القيمة الاستراتيجية رأس العرام الاستراتيجي هو تعطي الخطاط للعمال لموجودين في الاسفل وبينهما فاصل اذا الو بوحده ديسيزيون اي تخي ستراتيجيك طبعا في الحالة عندما نتكلم عن هذه الانواع من الشركات او من المنظمات بشكل اكبر الو بوحده ديسيزيون سلطة القرار اي تخي ستراتيجيك انها صارمة جدا اي تخي ستراتيجيك ثم انها متمركزة السلطة الخاصة بالقرار انها جيد صارمة ثم انها جيد ممركزة طبعا ممركزة عند الناس الموجودين في القيمة العمال دي الشركة لا تشاركوش مع ذوك الناس الموجودين في القيمة والتي يصنعوا هذه الاستراتيجيات لا تشاركوش معهم تخطيط في هذه الاستراتيجيات فقط الناس الموجودين في القيمة فقط المسيرون يأخذون القرارات ومن يأخذون القرارات ومن يأخذون القرارات سنتراليزاتيجيات ومن يأخذون القرارات ومن يأخذون القرارات ومن يأخذون القرارات شركات الانتاج الضخم شركات التي تنتج كثيرا ثم الشركات الكبرى هي التي همها هذا النوع من التنظيم ان تكون عند الناس الموجودين في القيمة سلطة تامة في اعطاء القرارات ثم الناس اللي تكونوا في العمل ان ما عليهم إلا ينفدوا لكشة التي توصلوا به طبعا لذا هذه الخطة هذه الخطة طبعا هذه الطريقة للتنظيم في الشركة عندها وعندها ميزات إيجابية ثم عندها سلبيات طبعا من بين الإيجابية اللي عندها نتكلم عن وظيفة بسيطة طبعا هاد الناس يأخذون وهاد الناس يقوموا بالعمل اذا نتكلم عن وظيفة سهلة وظيفة بسيطة ليس هناك تعقيد في تقسيم العمل ليس هناك تعقيد في تقسيم العمل اذا نقول للشخص هتقوم بدل العمال هنعطيه للشخص الاخر مهمة نعطيه للشخص الاخر مهمة كل واحد عنده العمل دياله اللي غايت تعطيه ثم control efficace ثم تكون عندنا متابعة ناجئة control efficace اذا نتكلم عن مراقبة ناجئة نتكلم عن الوفير controli controli يعني انك تراقب اذا هنا control اذا مراقبة efficace مراقبة ناجئة اذا هدي من ضمن الحسنات ديل هاد التنظيم ديل هاد الهيكالة التنظيمية طبعا من بين الاجبية ديل هاد التاريق adaptيه او زو او ظهارنزازيون دو لدوكسون دو ماس ايه اوغرانز انتربيز طبعا نتكلم عن الوفير adaptيه أنا توافيق اذا يه موافقة لا نتكلم عن الوفير adaptيه adaptي عني أنك تتبنه ولن تكلم عن الوفير adaptيه الأمور موافقة لمنظمات الإنتاج الدخن ومع أمور الشركات الكبرى إذن هي موافقة لهذا النوع من الشركات أهل فابوريز الإيكونومي ديشيل إذن طبعاً هاد طريقة تدعم تدعم ماذا؟ الإيكونومي ديشيل الإقتصاد الواسع إذن هي تدعم هاد نوع من الإقتصاد اللي تكون استراتيجية ديالو أن تترمي إلى التوسع وإلى اكتساح مناطق كبيرة طبعاً رغم أن هاد الخطة عندها هاد لزا فونتاج هي أيضاً عندها وحد مجموعة من لزا كونفينيون وحد مجموعة من سلبيات منها هذه السلبيات كما عندنا هنا جانر دي كونفلي سوسيو أهل جانر دي كونفلي سوسيو إذن هي تتولد وحد سراعات اجتماعية علاش؟ لأن المسييرين تكونوا في واحد الاتجاه فالقاعدة تكون تجاهات أخرى ممكن أن تكون تجاهات أخرى إذن نتكلم هنا عن أبسنتيزم إذن نتكلم عن الغيابية إن صح تابير إذن هاد المسؤولين تيكونوا تيحكموا على واحد السوق تيحكموا على الإنتاج من خلال منظور ديالهم البعيد عن القاعدة غير حاضرنا في القاعدة هاد اللي كونفلي سوسيو هاد السراعات الاجتماعية كما ذكرنا أنه ممكن تكون عنده علاقة بلابسنتيزم إذن نتكلم عن الغيابية دي هاد المسؤولين ثم ترنوفر كما نقول لشيف خدافار ممكن أن تكون عنده علاقة بالمبيعات دي هاد المنظمات إذن عنده واحد ثم من بين الزيابية طبعا كما ذكرنا بأن المسؤولين اللي تيحكموا القرارات أنهم تيكونوا بوحدهم منعزلين أنهم فقط تيحكموا القرارات وما تتوصلوش بالمقابل من عند العمال ومن عند لسنتر أوبراسوني كما نقول من المركز العملياتي ما تيخدوش ردود فعل دي هاد العمال مثلا إذن هنا تيكون عندنا وحد لاماك ديالوك كما نقول غياب الحوار انطيع الداخلي تيكون عندنا غياب الحوار الداخلي الشركة طبعا أو في المنظمات بين المستخدمين وبين العمال إذن الرجيدية دي هاد المنظمات تيخدوش بإمكانها السلسي دات خياركتيف وزيفوليسوني معشي العكس ديال السوبلس العكس ديال السوبلس السوبلس كما نقول المرونة أما الصلابة إذا نتكلم عن هاد نوع أي من الشركة تتكون عندها واحد القسوة انسح تبير أو واحد الصلابة صلابة الهيكلة التنظيمية للشركة العكس ديال تتكلم عن هاد المنظمات بإمكانها ممكن أن تمنع هاد الآخرة تمنع الشركة دات خياركتيف أن تكون خياركتيف عنده وحد رد الفعل كإحساس بتعاملها مع الواقع إذن مالتي يكون الواقع تتشنجع تتكون عنده واحد الإحساس بأنها خاصة تغير بأنها خاصة تقوم بتغيير طرقها طرق الإنتاج طرق التوزيع إلى غير ذلك إذن هاد الشركة مدام أن عندنا المسؤولين بوحدهم والعمال بوحدهم وبينتهم واحد الفاصل إلا مشاح توقع واحد تغيير على السوق إذن هاد الناس اللي تسيروا الشركة واللي تعطوا الأوامر واللي تعطوا الاستراتيجية طبعا ما غادين شيعرفوا شن واقع على برة بأم بشي سلسي ديتر رياكتيف ممكن أنها الطريقة أنها تمنع الشركة ديتر رياكتيف أنها تكون متأثرة أوزيبوا ليسوني مع شي بتطورات السوق إلا كان على ساحة السوق قوح التطور إذن هاد الشركة ما غاتعرفش التطور شن هو وبالتالي دوك المسؤولين سيبقوا غادين في التخطيط اللي مبرمجينها بمعزلين عما يقع في الأسواق وهذه من لذان كونفينيون دير هاد نوع من الشركات ثم طبعا هناك نوع آخر كيمة ميزو شنزر لفيرن أو نعم ملتي ديفيزيونيل كما نقول متعددة التقسيم أو متعددة الأقسام إذن نتكلم هنا عن المنظمات الحديثة إذن طبعا ما بقاشتك تاخدد الخطات القديمة إذن كما نشوف بأنه عنده وحا ديزابونطاج ديال التعاون بين العمال أو بين المستخدمين إذن 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 إن إن إذن إن تقليم من الشركات متعددة الأقسام ست سنت بكو مو إذن 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 أشكل كامير أقل وصلابة إذن هي بشكل كبير أقل وصلابة الامبلوئي بوف بارتسيپي أو بروسسسي دو ديسيزيون إذن العمال حتى العمال البسطة بوف بارتسيپي يمكنهم أن يشاركوا أو بروسسسي دو ديسيزيون يمكن أن هاد العمال أنهم يساهموا في مسلسل القرار إذن لك أنت تخلص الشاركة بوحت القرار أثناء أدراساته يؤخذ برأي العمال إذن نتكلم هنا عن لديسونتراليزيون ديسيزيون عدم تمركز القرار على عكس الشركة أولى أو الشركة من نوع النظام الأول اللي تكون في لديسونتراليزيون ديسيزيون كما نقول تمركز القرارات هنا على عكس هذا عدم تمركز تخاذ القرارات لفونكسيون دو ديريكسيون إذن سيجي لكوغديناشيون ديطاش ديسيونتراليزيون هو أن تضمن وظيفة الإدارة إذا سيجي هو أن تضمن أو تؤمن كما عندنا هنا شنو غا تأمن لنا لكوغديناشيون أو فيكسون لكوغديناشيون ديطاش إذن تعاون أو تنسيق بين المهام إذن نتكلم عن المهام ديال كل جهة جهة كل قسم قسم من الشركة مع الأقسام الأخرى مع الأقسام الأخرى إذن تنسيق بين هاد المهام أو فيكسون لزوبجكتيف نتكلم عنه فاغب فيكسي فيكسي إذن نتكلم عن فعل تباتا إذن هي باش تسهر على التعاون وعلى التنسيق بين هاد الأقسام أو بين هاد المهام كما عندنا هنا بما دا فيكسون يعني متباتا شنو غاد تبات باش يبقى هاد التعاون والتنسيق إذن هي غاد تبات ان فيكسون لزوبجكتيف متباتا الأهداف غاد تقول لما دا هادف لعدنا وكل شيء غا يعمل على هاد الهداف والكل غادي عمل على هاد الهداف إيقون ليسون لاليبيرتي إيقون ليسون لاليبيرتي وتاريكة لاليبيرتي الحرية أو أن تترك واحد الهامش للياد العاملة لديفيزيون إذن كل قسم قسم تتخلي لهم الحرية أو تتخلي واحد الهامش للياد العاملة لكل ديفيزيون لكل قسم إذن طبعا هاد نوع من الشركة أنه تخلي العمال أو بالأحرى كما عندنا هنا ليد العاملة أنها بالإضافة للعمل دياله أنت ساهم في إنتاج لقرارات أو ديوليسوني مرشي إذن بموروناته بموروناته إلى السوق إذن أكيد سيفيدون الناس لتعطيوا القرارات باش يأخذوا القرارات صائبة إذن ثم إذن أتكلم عن بنية تنظيمية أو هيكل تنظيمي إذن أدابتي أنه موافقة أو بيتي إذن أدابتي للشركات المتوسطة والصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة طبعا الطريقة التنظيمية أنه موافقة للشركات الصغيرة والمتوسطة طبعا الموروناة تسهل طبعا نتكلم عن فهد الموروناس فهد المورونات فهد المورونات تسهل مادا تسهل الإبداء تسهل الإبداء إذن أكيد أن الناس يبدعون أكثر بإذن الطريقة التنظيمية ثم رغم أن هذه الطريقة التنظيمية أو الهيكل التنظيمي للشركة أنها لديها المحاسين فكذلك هي أيضا لديها المساوي إذن من ضمن المساوي الخاصة بها الهيكل التنظيمية إذن هذه الهيكل التنظيمية هي أقل بساطة المقصود هنا بأن أكثر تعقيدا من اللي ستكون لدينا الشركة مقسمة إلى مجموعة أقسام عملياتية إذن كل قسم قسم أنه بالإضافة للدور والإنتاج سيكون لديه واحد الهامج للإعطاء القرار إذن كيف يمكن لنا أن نضم هذه العلاقات بين هذه الأقسام إذن هناك علاقات ستكون أكثر تعقيدا بين هذه الأقسام على عكس النمط الأول اللي دكرنا التقليدي إذن كما نلاحظونا لستركتور إموى سيمبل إذن البنية التنظيمية ستكون أقل بساطة كوليفيار موني بالمقارنة بالشركات التقليدية ناسيسيت إنجيسيون كومبلاكس إذن هي تتطلب ناسيسيت أنها تتطلب طبعا نتكلم هنا عن الواعب ناسيسيتي أحيانا نتكلم عن شيء نقول عنه بأنه ناسيسيخ سي ناسيسيخ إنه ضروري إذن ناسيسيت أنها تتطلب إنجيسيون كومبلاكس تتطلب تسيرا معقدا pour assurer le bon fonctionnement des objectifs من أجلي تأمين pour assurer من أجلي تأمين le bon fonctionnement الوظيفة الجيدة من أجلي تأمين العمل الجيد des objectifs لهذا الأهداف إذن هذا سيتطلب تسيرا معقدا ثم فور منو أدابتي أو غرونز انتربخيز إذن أكيد بأن هذه الطريقة لن توافق الشركات الكبرى فور منو أدابتي إذن نتكلم عن شكل غير موافق أو غرونز انتربخيز للشركات الكبيرة طبعا في آخر هذا النص كم نلاحظ لكيسيون دون لكال بو بو سيتي ستطلب إذن لكيسيون إذن نتكلم عن الموادع دون لكي لكي الموافقة أنا ستطيع التي في أجلي يمكنك أن تضمن بلا�All right تطبيق هذه النظرية إذن إذن م approفقة الموادع اللي يمكن أننا ندريج فيها هذه النظرية إذن طبعا الموادع هي بالعناوين التالية إذن تحدثنا تبا عن Awakening curve إذن إذا قمنا بتعليل بنيات الشركة ممكن أننا نذكر هذه النظرية التي ذكرنا قبل قليل ثم موضي لكووديناسيون إذن نتكلم عن نمط التنسيق أو تقسيم المهام إذن نتكلم عن نمط أو طريقة التنسيق أو تقسيم المهام إذن نتكلم عن تنسيق المهام أو تقسيم المهام تنسيق المهام أو تقسيم المهام هذه الشركة طبعا إذن نتكلم عن نمط كما نقول نمط أو طريقة طريقة تنسيق أو تقسيم المهام إذا كان عندنا موضوع بهذا الشكل ممكن أننا ندرج فيه هذه النظرية ثم دوك دو la centralisation دو la decision إذن نتكلم عن درجة تركيز دي القرار إذن كل واحد تعطي واحد قرار إذن النسبة دو دور دياله في إعطاء قرارات في إعطاء القرارات مثلا إذا كانوا دوك напис 30% 50% إلى غير ديالي إذا كانوا phenomenon اخرين سوف نعطيه القرارات احتى هما شهل نسبة ديره اذا نتكلم هنا عن درجة تمركز القرارات ثم عندنا باس باوسكريبتم اذا نتكلم عن باوسكريبتم اذا نتكلم عن اشارة او توضيح يأتي في اخر الصفحة د 하고 يعطينا باوسكريبتم بالتchod Š嗎ahren و ni تتكلم عن باوسكريبتم تسجير و مشیرت لأنك من انتظري فقط مولاً مولاً على سبت ثverts تهم المفعلون câسز اكبر الناس لا يتهاف interesting عن эк فقط عن هذه النظرية. عندما تجيبون عن اسئلة. يعني كما نقول مدكورة. عندما نريد الكلام عن هذه المواضع او عن هذه الاسئلة لا يتعلق الامر فقط بهذه النظرية. بل هناك نظريات اخرى ممكن ادراجها في نفس الاتجاه. لانها توجد هناك نظريات اخرى التي يمكن ان تنضافها. التي يمكن ان تنضافها. او التي يمكن ان نضيفها. للجواب عن هذه الاسئلة. او للجواب عن هذه المواضع. بطريقة كاملة. ايكوريكت. بطريقة كاملة. ايكوريكت. وصحيحة. اذا اللي نجاوب على هذه المواضع بطريقة كاملة. وصحيحة. اذا معلناش فقط اننا نذكر هذه النظرية فقط. بل علينا ان ندرج معها نظريات اخرى. اذا حتى لا نطيل نكتف بهذا القدر. حياكم الله. والى لقاء قادم باذن الله.